طريقة سحرية لتشغيل جهاز الريسيفر على التلفاز بكل سهولة أصدقائية كما تشاهدون معنا سهل في التنقل فالأغلبية الأخوة المبتدئين أو الحريفية ستستعملوا ستفاندر العادية والأغلبية لديه جهاز الريسيفتور في المنزل وكذلك الهاتف ولكن لا يعرف كيف يبين الريسيفتور في الهاتف فهذا هو الموضوع في الفيديو الخوتي طريقة تحويل الهاتف الى ستفاندر ويمكنك أصدقائي تصغنى بأنك تطلع معك جهاز تلفاز الى السطح أو أنك تقني ومعندكش بشري ستفاندر لك تسوى 850 حتى 1100 درهم فهذه الطريقة الخوتي فهي فعالة وأنا كنت استعملها خوتي حاليا للكليان فشاهد معي الفيديو من الوقت التالي بشعر الطريقة تشغيل الريسيفتور على الهاتف أصدقائي أهلا وسهلا بكم وحبا بكم معنا في قناتكم قناة المعلم المحترم اليوم أخوتي أجبنا لكم درس جدا مهم هذا الدرس هذا كنت تطبته هنا كثيرا طريقة تحويل أصدقائي صورة جهاز الريسيفتور على الهاتف فهذه الطريقة الخوتي فهي تصغنيك باش تطلع معك التلفاز على الأسطح أو إلا معنكش أصدقائي ستفاندر ستفاندر الحديثة اللي فيها أصدقائي تلفاز فهذه الطريقة أصدقائي كتحول للك الهاتف ديالك إلى ستفاندر فالمؤدات اللي غنحتاجه أصدقائي باش نحولوا الهاتف ديالنا إلى ستفاندر فضروا إلى أصدقائي خصنا هذه القطعة هذه فهذه أصدقائي اسميتها فيديو كابشر فهذه أصدقائي هي اللي كتحولنا الصورة من الجهاز الريسيفتور إلى أصدقائي الهاتف فهذه القطعة خوتي فكنستعملوها في البيسي فنقدروا أصدقائي نستريميه من تماكن بهذه القطعة هذه أو بالنسبة للإخوة اللي كيدروا البط المباشر للمباراة فكنستعمل أصدقائي هذه القطعة هذه كما تشدوا معنا فهنا فيها HDME هنا أصدقائي فيها USB 3.0 يعني تحويل البيانات بالسرعة الفائقة فهذه القطعة خوتي فايقة توجد في الأسواق المغربية ابتداء من 120 درهم خوتي فكينا عليها تشكل هذا فهذه أصدقائي الجودة ديلها كتوصل إلى 1080 وكينا أصدقائي عليها تشكل هذا كما تشاهدوا معنا فهذه أصدقائي قطعة 4K نفتحوها إحنا بياكم فكينا أصدقائي بالكوتيب طريقة للإستعمال فهذه قطعة أصدقائي كما تشاهدون 4K فنفسها نفسها فقط أصدقائي كما تشاهدون 4K هنا كتلقائي HDME وهنا أصدقائي USB فباش طريقة خوتي سوف نقوم بعمل هاتف فضروري يجب أن نشاهدون هذه القطعة أخرى لسمها أصدقائي أوطيخي فهي معروفة بالنسبة للإخوة الذين يريدون يحملوا البيانات أو لوجيسيالات أو تطبيقات من الهاتف ويدلوها في USB فكيحتاجوا هذه القطعة هذه هي أصدقائي أوطيخي كذلك أصدقائي في هذه 3.3.0 فأنا أصدقائي 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 الهاتف عندي Type-C فباش نستعملوا أصدقائي فنشدوا الكابشر فيديو دينا هنا في USB ونضروها مال USB ونشيبوا أصدقائي الكابل HDMI ونركبوه هنا وقدرنا بلاس HDMI وقدرنا أصدقائي هذه سنركبوها في الهاتف فنضع أصدقائي الهاتف وقصنا ضروري خوتي ننزلوا هذا الطبيق معنا وهذا هذا أصدقائي وهو USB كاميرا فهذا التطبيق هذا فهذا توجد على Play Store فقدرنا ندخلوا التطبيق من بعد خوتي سنركبو الكابل ركبو القطع وكابشر فيديو ركبوه هنا نضيف 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 كما تشاهدوا معنا فهو يظهر معنا أصدقائي نضيف نضيف صورة كبيرة فأنا أصدقائي لدي الهاتف لهذا نضيف نضيف كما نريد نضيف نضيف التركيب ندخلوا هنا هنا أصدقائي نختاروا أي قمر ونكونوا في السطح نضيف وهنا يظهر معك أصدقائي الإشارة دخل فريقونز كأنك مطلع معك تلفازي وهو فقط الهاتف فهذه الطريقة فهي اقتصادية بالنسبة لإخوان المحترفين لديه لتشري ساتفندر أو الإخوان كما نقول عشاق هذا الصف وكذلك تلفاز تقليل ويطلع المسطح فهذه القطعة فهذه تصغني على أصدقائي كما تقول على الساتفندر ريتما ريتما بنادم إداء شوية العاقة وشري الساتفندر أصدقائي وصلنا الفيديو دينا فهذه الطريقة إظهار الصورة دي الرسيبتون على الهاتف أو تحويل الهاتف إلى الساتفندر اخوتي لا أستطيع أن أضع اضع اشترك فالشارك في القناة وفعل الجرس لكي لا تصل بالجديد وضع معك اشترك هذا الفيديو لكي يستفيد اخوتي اشترك 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 اشترك